السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم محمد حدايدي شركة أبل لأول مرة استغنت عن كافة المعالجات انتل وبقية المعالجات من الشركات المشهورة وطرحت معالج خاص بنفس الشركة اسمه الـ M1 طبعا على كلامها أنه يحمل الكثير من المميزات وإلى آخره دون الدخول في التفاصيل هذه كلها عشان مطولة عليكم الفيديو نزلت في المؤتمر اللي اتكلمت عنه عن هذا المعالج ثلاث أجهزة ماك وهم الماك بوك اير الماك بوك برو وهي عبارة عن لابتوب بين بمواصفات مختلفة ويجمعهم المعالجة الـ M1 كذلك نزلت الماك ميني اللي ما يعرف يش هو الماك ميني تابع معايا هذا الفيديو طبعا الماك بوك اير والماك بوك برو نزل بالأسواق السعودية حاليا ولكن الماك ميني ما نزل هذا اللي بالمعالجة الجديدة الـ M1 أنا طلبته من موقع أبل الرسمي في أمريكا وطلبت أعلى المواصفات وأعلى مواصفات بالنسبة لهذا الجهاز المتوفرة في موقع أبل 16 جيجا رام و2 ترابايت الهارد ديسك الـ SSD وهذه معلومة ممكن تكون غايبة عنك أو ما تعرفها أنه لو طلبت من شركة أبل من موقع أبل نفسه الرسمي جميع أجهزة الماك بجميع أنواعها وبجميع موديلاتها هو بيوفر لك الستاندر أو مواصفات معينة وأنت لو حابب ترقي عن هذه المواصفات يعطيك عدة خيارات بالنسبة للرام بالنسبة لمساحة التخزين وإلى آخر من الخيارات اللي بتكون متوفرة في نفس الموقع وطبعا كل ما زد كل ما زاد معاك السعر طبعا أنا طلبته على صدوق البريد الأمريكا عادي جدا وبعدها شحنته إلى السعودية يعني تمت الموافقة على طلبي بدون أي مشاكل ولكن عليك انتباه أيضا أنه هنا عند دخوله للسعودية دفعت عليه 15% القيمة المضافة وأجهزة الكمبيوتر معفاء من الجمارك يعني ما علي جمرك ولكن هتدفع الضريبة تبع القيمة المضافة وهي 15% ففي هذا الفيديو إن شاء الله خلينا نتعرف على محتويات الصندوق شكل الماك مينيم المداخل اللي موجودة فيه كذلك نظرة سريعة بعد تشغيل الجهاز وأنا أصلا جايبه عشان شي واحد هو الفاينال كات أبغى أشوف المنتاج في الفاينال كات معالج أبل برنامج الفاينال كات من أبل أبغى أشوف التغيير وهل فعلا هيغنيني عن الآي ماك اللي عندي حاليا أم لا طبعا هذه ميزة واحدة من مميزات كثير جدا اتكلمت عنها أبل خاصة بهذا المعالج زي توافق تطبيقات الآيفون والآيباد وإلى آخر من المميزات خلينا نبدأ الفيديو مع بعض طيب يا شباب نبدأ ونقول بسم الله نفك علبة الماك ميني بمعالج أبل الجديد الـ M1 نقول بسم الله علبة صغيرة لأنه ماك ميني يعني ميني شي صغير هذا هو في البداية هنحصل الجهاز نفسه بعدين الكتاب تبع التعليمات ومعه شعار أبل باللون الفضي نفس لون اللي هو الجهاز يعني صار فعندنا ثلاث شعارات ممكن تيجي اللي هي البيضة والفضي والأسود وعندنا كابل الفيش تبع الكهرباء طبعا ثنائي لأنه جاي من أمريكا فممكن تركب له أي فيش عادي لأنه ما يحتاج له محاول ولا شي فهركب له أنا تبع الأبل تيفي اللي جاي من عندي ثلاثي فأنت أرجع مكانك وهذا هو يعني حتى الكرتون ما في شي يدوب الجهاز وهذا هو الجهاز هتفك هذه طبعا هذا هو الجهاز بالأسفل طبقة بلاستيكية يعني اللي هي القاعدة لأنه بنحط الجهاز بهذا الشكل عندنا من الأمام ما عندك أي شي هنا غير فقط لمبة هتنور معاك عند تشغيلك للجهاز عندنا من الخلف هذا الشريط الأسود طبعا همفكه وعندنا هنا المداخل فعندنا في البداية إزرار التشغيل حتى ملامس لنفس جسم الجهاز كذا شي بسيط جدا بعده اللي هو مدخل الكهرباء وهنا عندك مدخل الإيثرنت أو تستخدم عن طريق الوايرليس يعني عندك الخيارين متاحة عندك اثنين مدخلين للتايب سي أو اللي هو الديس بلاي بورت اللي هو عن طريقه أيضا تقدر تشبك الشاشة وعندك هنا مدخل الـ HDMI فعندك هنا اثنين مداخل USB تايب A وعندنا مدخل السماعات الثلاثة ونص وهنا فتحات للتهوية عشان يتهوى الجهاز طبعا هذه المداخل أنا اشترت لها كابل بدل ما استخدم كابل الـ HDMI اشترت لها هذا الكابل عبارة عن مدخل الـ DisplayPort أو الـ Type-C إلى الـ HDMI هذا حينشبك في الشاشة وهذا حينشبك في الماك ميني من وراء طبعا تقدر تستخدم أي شاشة كمبيوتر أي شاشة ولكن طبعا عشان تاخد أفضل الإعدادات وتاخد أفضل الإمكانيات يفضل أنها تكون الشاشة 4K وهذا الكابل عندنا يدعم الـ 4K من الـ DisplayPort أو الـ Type-C اللي هيكون مدخله عندنا هنا اللي هو أحد هذه المدخلين إلى الـ HDMI في الشاشة ويصير أحصل عندي الـ 4K بس خلينا الآن نشغله ونعيش التجربة شوية مع عدة برامج ونشوف البنشمار وكافة الأشياء اللي صراحة أود أجربها وأشوف تشغيلها وسرعة تشغيلها الأول مرة طيب يا أخوان نقول بسم الله ويلا نبدأ هذا هو جهاز الماك ميني الآن التشغيل هذا البرامج بثبتها عندنا Final Cut Pro عندنا برامج Adobe الفوتشوب فخلينا أول شيء نسوي الاختبار ونشوف النقاط بينه وبين أو مقارنة مع الأجهزة الثانية طبعا هذا هو معالج أبل وهذا معالج أنتل فحسوي على معالج أبل مباشرة ونقول له Run وخلينا عبال ما هو يسوي الاختبار مثلا نتصفح هنا جالس أرفع مقطع باليوتيوب هنا عندي المقاطع خلينا مثلا نشغل واحد اثنين ثلاثة أربعة ثمنطعش وتسعة وعشرين طبعا غير الصفحات المفتوحة أصلا من البداية السلام عليكم وكلها بجودة 4K فخلينا نشغلها الآن كلها بهذا الشكل اشتغل وهنا أيضا اشتغل يلا اللي بعده واللي بعده أيضا نشغلها كلها عشان أبوريكم كلها المقاطع وهي شغالة 4K وهو جالس يختبر الجهاز وأيضا هنشتغل الآن على الفاينال كت عشان تعرفون المعالج صراحة المعالج أنا انصدمت فيه جبار معنى كلمة جبار فعلا معالج قوي جدا أنا استخدمت قبل أجهزة الماك ميني من أبل صراحة ما قدرت أتحملها وارجعت للآي ماك اللي كان عندي ولكن شغال عليه قبل أشتري هذا لكن بعد هذا صراحة بعد أفكر أخذ جهاز ماك من أبل بمعالج انتل أبدا وهنا أيضا شغال تويتر عندي هنا مثلا مواقع هنا الفيسبوك لاحظ كم متصفح معايا أكثر من 25 متصفح وكلها شغالة الآن فيديوهات 4K الآن مثلا خلينا نشغل الفوتوشوب طبعا اللي عنده أجهزة ماك هيعرف الوقت اللي هياخده في تشغيل الفوتوشوب ولاحظ معايا كم شغالة الآن خلاص اشتغل معايا البرنامج وهنا مثلا كذا خلاص وخلينا ناخد صورة مثلا بهذا الشكل على طول نلصقها في المكان وهذه صورة أخرى أيضا يلا خلينا نخربها نبدي واحدة ثانية بهذا الشكل خلاص الآن خلصنا الفوتوشوب خلينا نفتح الفاينال كات لاحظ معايا كم شي شغال يعني أنا بالعيني أبوريك ما بغى أوقف شي وما بغى أقفل الكمبيوتر كامل ووريك الفاينال كات هذا هو الفاينال كات شغال بدون أي مشاكل طيب مو بس كذا خلينا نحط مكتع مثلا الثاني بهذا الشكل لاحظ معايا لاحظ معايا هذا اللي هي نقاط الرندر لو ننتظر شوية لاحظ معايا هذه الدائرة تبع الرندر سريعة جدا وما علينا فيها لا أنا حقص وحشتغل عادي وعادي شغال المقطع خلينا نوقف الصوت عادي شغال المقطع خلينا نوطي الصوت كله طيب الآن بعد ما وطينا الصوت لاحظ بدون أي مشاكل شغال الفيديو نقدر نقص نقدر نعدل وهو شغال وما كمل الرندر لفوق عادي جدا بدون أي مشاكل فخلينا نشوف بشكل جدا جميل أعدل مثلا على الألوان بهذا الشكل يلا أعطيه يا سلام كله شغال وما أوقف معايا أبدا أبحط مثلا هذه خلينا نضيف أيضا هذه وخلينا نضيف أيضا هذه وأيضا نشغل الفيديو شغال بدون أي مشاكل وبدون أي تقطيع انتل اللي فات كان يوقف ويقول لك ما نقدر تسوي وانت جالس تعدل فالآن لو بس لو تتركه ثواني فهو هيبدأ الرندر من فوق يبدأ يكمل لاحظ معايا ما شاء الله تبارك الله شي خرافي خلص ويبدأ الفيديو اللي بعده يسوي له رندر وبهذا الشكل طيب خلي برضو شغال مع نفسه هنا طلع لي اللي هو النقاط خلينا نشوفها هذه هي هذه هي النتيجة النهائية هذه في الأحادي وهذه في المالتي 1168-1934 طبعا هنا مقارنة مع اللي هو البقية هو تقريبا أعلى جهاز عند أبل قبل الأي ماك السبع وعشرين وأيضا الأي ماك أنا استخدمته صدقوني يا شباب هذا أفضل المعالج هذا أفضل بكثير هذه كلها معالجات انتل هذه مجموعة النقاط أعلى واحد فيهم الـ 1248 اللي هو الأي ماك السبع وعشرين عشرين عشرين بمعالج انتل الآي سيفن فأنا هذه كل الأجهزة استخدمتها أنا ما شفت سلاسة قد ما شفتها في هذا الجهاز طيب نرجع لمتصفحنا عادي كلها شغالة يا سلام بدون أي مشاكل شوف كم متصفح يا سلام ما شاء الله تبارك الله وهذا أكتمل حتى رفع الفيديو طيب من الأشياء الجميلة أيضا اللي هو لو فتحنا الأب ستور ودخلنا على اللي هو حسابي نفسه هللاحظ هنا خانتين الماك أبس اللي هو برامج الخاصة بالماك اللي أنا قلت اشتريتها أو حملتها وهنا عندي الخاصة بالآيفون والآيباد المميز هنا إنه جربت أحمل تطبيقات الآيفون والآيباد العجيب إنها اشتغلت مع إنه في بعضها بيقول لك هذا ديزاين فور آيباد فلاحظة معايا هذا تطبيقي محمد حدايدي المتوفر في الأب ستور لأجلسة الآيفون والآيباد وهنا كاتب لك ديزاين فور آيباد وغير مخصص للماك ولكن أنا بجربه معاكم الآن أبحمله ونشوف مع بعض الآن كيف حيفتح التطبيق على جهاز الماك هذا التطبيق الآن لو ما أنت محمله أدخل حمله على آيفونك وعلى آيبادك لاحظ معايا هذا التطبيق اشتغل وكمان هنا بيقول إن كان حابب تفاعل الإشعارات بقول له نعم لأنه أنا تطبيقي أيضا يدعم الإشعارات طبعا المقاس تقدر تتحكم فيه لأنه مخصص لآيفون والآيباد ولكن على أجهاز الماك تقدر تكبره زي ما تبغى وتصغره زي ما تباه هذا هو فعليا التطبيق الخاص فيه المواضيع وكافة الأشياء ظهر قدامك وهذه القواعم أيضا شغالة كل شيء بالتمام ما شاء الله تبارك الله يعني شيء صراحة جميل جدا هذا تطبيق من الآيفون والآيباد شغال على جهاز الماك يعني شيء شيء مرعب هذا المعالج شيء مرعب هذا أول تجربة لأبل فكيف هيكون المعالجات القادمة عندنا أيضا الأبل تيفي صراحة يعني إجرام إجرام إن شاء الله أكون أفدت أكون أبوه معلومة بسيطة بكذا أكون وصلت معاكم إلى نهاية الفيديو يعطيكم ألف عافية لا تنسونا بلايك وسبسكرايب في القناة وفي أمان الله اشتركوا في القناة